بسم الله الرحمن الرحيم أبنائي طلاب الصف التاسع أهلا وسهلا بكم في درس جديد من دروس اللغة العربية درسنا في القراءة من هدي النبوة فضلوا من تعلم وعلم الجزء الأول أبنائي أمامكم الآن نوعان من الأرض أي النوعين من الأرض أصلحوا للزرع والإنبات ولماذا؟ بالتأكيد الأرض التي على يمينكم لماذا؟ لأنها أرض خصبة صالحة للزراعة أما الأخرى كما ترون فهي أرض لا تصلح للزراعة مهما نزل عليها ماء المطر ثانيا هل تشبه هذه الأرض قلوب البشر؟ هل يقابلها أنواع من الناس؟ نعم بالتأكيد سوف نرى ذلك في الحديث الشريف الذي يشرفنا ويسعدنا أن نقدمه لكم في هذا الدرس يتوقع في نهاية الدرس أن يكون الطالب قادرا على أن أولا يقرأ الحديث الشريف قراءة جهرية صحيحة ممثلة المعنى ثانيا يوضح الفكرة العامة لمضمون الحديث الشريف ثالثا يستنتج معاني الكلمات الجديدة في سياق الحديث الشريف رابعا يحدد العلاقات اللغوية بين بعض مفردات الحديث الشريف وأخيرا يوضح الأفكار الجزئية وما يرشد إليه الحديث بصورة صحيحة بني العزيز قم بإيقاف المقطع وقرأ النص قراءة صامتة في الصفحة الثانية عشرة لتجيب عن الأسئلة الآتية ولتتعرف الفكرة العامة للحديث الشريف اقرأ وتدبر استمع إلى الحديث الشريف ثم اقرأه قراءة تدبر قبل أن تجيب عن الأسئلة التي أمامك استمع عزيز الطالب إلى القراءة النموتجية عن أدي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقها في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به رواه البخاري التعريف بالرواوي أبو موسى الأشعري هو الصحابي الجليل عبدالله بن قيس بن سليم الفقيه المقرأ أقرأ أهل البصرة وأفقههم في الدين كان صواما قواما زاهدا عابدا ممن جمع العلم والعمل والجهاد توفي سنة اثنتين وأربعين من الهجرة وقيل سنة ثلاث وأربعين من الهجرة أبناء الأعزاء بعد أن قرأتم النص واستمعتم إليه ما الفكرة العامة للمضمون النص نعم الفكرة هي اختلاف مواقف الناس في تقبلهم لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من هدى وعلم وأثر هذا الاختلاف نتناول الآن معاني المفردات ضم السياق هاتي المعنى السياقي للكلمات التي تحتها خط في الفقرة الآتية الكلمة الأولى هي الغيث كمثل الغيث ما معنى الغيث؟ نعم المطر ثم كلمة نقية فكان منها نقية نقية أي طيبة أرض طيبة صالحة للزراعة ثم الكلأ الكلأ هو النبات رطبا ويابسا وهو ما تتناوله الماشية من طعام والفرق بين الكلأ والعشب أن الكلأ هو النبات الرطب واليابس أما العشب فهو النبات الرطب فقط أجادب أي لا نبات فيها أرض جدباء أي لا زرع فيها ولا ماء أيضا قيعان إنما هي قيعان وهي نوع من الأرض المستوية الملساء أبناء الأعزاء نأتي للأفكار الجزئية وما يرشد إليه الحديث الشريف الحديث أمامكم وقد قرأتموه واستمعتم إليه أولا بما بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم فكروا في الإجابة نعم بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم بالهدى والعلم نعم ثانيا بما شبه النبي صلى الله عليه وسلم رسالة الإسلام شبهها بال نعم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا نعم ثالثا تنوعت الأرض في استجابتها لماء المطر وضح ذلك كان للأرض ثلاثة أنواع هي الأرض النقية التي قابلت الماء تشربته فأنبتت الكلأة والعشب الكثير وكان منها النوع الثاني الأجادب التي تمسك الماء تحتفظ به ولا تنفع نفسها بالزرع والإنبات وإنما ينفع الله بها الناس فيشربون ويسقون ويزرعون أما الطائفة الأخرى الأخيرة فهي القيعان التي لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فلا نفع فيها رابعا كيف أشبهت الناس أنواع الأرض كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم فذلك مثل من فقها في دين الله ونفعه ما بعثان الله به فالناس أيضا ثلاثة أصناف الصنف الأول هو الذي يتعلم العلم وينتفع به ويعلمه للناس فذلك خير البشر ثانيا النور الثاني الذي يحفظ العلم وينقله للناس فينتفعون به ولكنه لا ينفع نفسه أخيرا الكافر الجاحد الذي لم يهتم بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ورفض العلم ولم يعتز به فبالتالي لم ينتفع ولم ينفع فلا خير فيه نستطيع الآن أبنائي أن نستخلص الأفكار الجزئية وما يكشد إليه الحديث الشريف نعم الأفكار الجزئية باختصار هي رسالة الإسلام كالغيث في نفعها نعم ثانيا أنواع الأرض في استجابتها لماء المطر ثالثا أصناف الناس في استجابتهم لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أخيرا ما الذي يرشدنا إليه الحديث الشريف يرشدنا إلى أمور كثيرة منها مثلا يكشدنا الحديث الشريف إلى ضرورة التفقه في دين الله تعالى وتعلمه والانتفاع به وتعليمه للآخرين بني العزيز في كتابك في الصفحة الرابعة عشرة اقرأ الأسئلة جيدا وحاول إجابة وحدك ثم تأكد من إجابتك السؤال الأول استنتج معنى الكلمتين التي تحتهم خط في الجملتين من الآتيتين الأولى كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا ما معنى أصابه؟ الغيث أصاب أرضا نعم أي أدركها ونزل عليها ثانيا وكانت منها أجادب أمسكت الماء ما معنى أمسكت؟ أمسكت هنا بمعنى احتفظت به السؤال الثاني هات من الحديث الشريف مثالا لكل ما يأتي الترادف والتضاد أمامك الحديث الترادف مثل نعم الكلأ والعشب أما التضاد فهو نقية وأجادب ثالثا هات من حصيلتك اللغوية مضادة ما يأتي هدى ويرفع مضاد كلمة هدى نعم ضلال حسنت يرفع عكسها يخفض وسؤال عن المعنى العام للحديث الشريف ما المعنى العام للحديث الشريف؟ هل هو تقديم مقارنة بين العلوم الدينية والدنيوية؟ أهمية العلم في زيادة الانتفاع من الأرض؟ بيان مواقف الناس من العلم والتعلم؟ بيان أنواع العلوم الدينية والدنيوية؟ أي الإجابات هي الصحيح؟ نعم بيان مواقف الناس من العلم والتعلم في الصفحة الخامسة عشرة املأ الفراغات في الجدول الآتي نوع الأرض ما يقابلها من الناس والصفة المشتركة بينهما النوع الأول الأرض النقية التي تقبل الماء وتنبت الكلأ والعشب ما يقابلها من الناس؟ نعم الذين يتعلمون العلم والهدى ويعملون به ويعلمونه للناس ما الصفة المشتركة بينهما؟ نعم كلاهما ينتفع وينفع وغيره ثانيا الأرض الأجادب التي تمسك الماء ولا تنتفع به ولكن ينتفع به الناس فيشربون ويسقون ويزرعون ما يقابلها من الناس هم الذين يتعلمون العلم ولا يعملون به ولكن يعلمونه الناس والصفة المشتركة بينهما كلاهما لا ينتفع ولكن ينفع وغيره النوع الثالث الأرض القيعان ومثلها من الناس نعم الذين لا يتعلمون العلم والهدى ولا يعملون به ولا يعلمونه الناس إذن فكلاهما لا ينتفع ولا ينفع وغيره السؤال الثالث هناك فئتان من الناس تقبلت هدي النبي صلى الله عليه وسلم لكنهم اختلفت من حيث الانتفاع به واضح ذلك نعم نقول اختلفت مواقف الناس في تقبلهم لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من هدى وعلم الفئة الأولى فقبلت الهدى والعلم فانتفعت به وعلمته للناس فانتفعت غيرها الفئة الأخرى تقبلت الهدى والعلم وعلمته للناس لكن لم تعمل به فانتفعت غيرها ولم تنفع نفسها وختاما أبناء الأعزاء فقد تناولنا قراءة الحديث الشريف قراءة جهرية صحيحة ممثلة المعنى توضيح الفكرة العامة لمضمون الحديث الشريف استنتاج معاني الكلمات الجديدة في سياق الحديث الشريف تحديد العلاقات اللغوية بين بعض مفردات الحديث الشريف وأخيرا توضيح الأفكار الجزئية في الحديث الشريف بصورة صحيحة إلى اللقاء في الجزء الثاني من الدرس نستودركم الله وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته اشتركوا في القناة